إيران تتحدى أمريكا وإسرائيل والسعودية تدخل على خط التسوية في العديد من القضايا ماكرون يستعين ببن سلمان وهذا ما جرى بحثه شغلت الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر العالم أمنياً وعسكرياً في ظل الأزمات المتصاعدة في المنطقة ووسط تزايد التوترات السياسية والأمنية وأمام هذه المعضلة بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مستجدات الأحداث في المنطقة واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لخفض التصعيد للوصول إلى الأمن والاستقرار لم تتوقف الجهود السعودية عند هذا الحد بل أتت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراق تشيل السعودية واللقاءات التي عقدها لتشكل تحدياً جديداً للمسار الذي لطالما سعد إسرائيل والولايات المتحدة لتكريسه في منطقة الخليج وقد شكلت هذه الزيارة وما سبقها وما تلاها من تصريحات إيجابية بين الطرفين تحدياً واضحاً لكل ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو والخرائط التي عرضها في الأمم المتحدة والتي أشار فيها إلى استمرار مصار التطبيع مع السعودية مؤكداً أن هناك محورين في المنطقة محور يضم إسرائيل مع السعودية والدول العربية الأخرى التي سلكت طريق السلام مع إسرائيل وهو ما سماه نتنياهو محور النعمة بينما محور المقاومة هو محور النقمة بحسب تصنيف نتنياهو وبحسب موقع قناة الميادين فقد كانت أحداث السابع من تشرين الأول أكتوبر والتي ادعى بايدن أنها أتت لتعرقل مسار التطبيع الإسرائيلي السعودي نافذة لتحسين العلاقات السعودية الإيرانية وفتحت مساراً تم تتويجه مؤخراً بلقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ولقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير خارجية إيران عباس عرقشي بحيث تحدثت بعض التقارير الصحفية أن السعودية ستكون وسيطاً بين الأمريكيين والإيرانيين وأنها ستسعى لمنع تدهور المنطقة إلى حرب كبرى كما يريد نتنياهو عودة على بدء يعود طرح حل الدولتين ليفرض نفسه على طاولة القمة الخالجية الأوروبية التي تستضيفها بروكسل الأربعاء المقبل في ضوء الأحداث في المنطقة خصوصاً الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان نؤكد كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعمان لصحيفة الشرق الأوسط أن هناك توافقاً مشتركاً بين دول مجلس التعاون الخالجي والاتحاد الأوروبي حول ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان ولقى إعلان الوزير السعودي ترحيباً دولياً خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخراً وثمن الاتحاد الأوروبي على لسان جوزيب بوريل الإعلان الذي جاء نتيجة لجهد عربي وأوروبي مشترك مشيداً بجهود السعودية في قيادة وإطلاق التحالف الدولي من أجل إتقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر